السلام اخوتي اخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم انا دلو تعليل مباركة نادي اشبيليا وفلينسيا او الجولة بطولة الدول الاسباني لاليغا. طبعا نحن كمغاربة يهمنا نادي اشبيليا تحت قيد المدرب خاصة الوينديس من دي ريبار اللي يدخل بشكله كالاتي. حرصنا ما هو العملاق المغربية سيمبونو خاطة دفاع لدينا نافاس كذلك اللاعب باضي وقودي وآكونيا. وسط الميدان لدينا اللاعب فرناندو وإيفار راكتيتش. اما خاطة هجوم نادي اوكامبوس. كذلك اللاعب سوسو واللا ميلان. اما على مستوى مركز الرأس الحربة. فهو الهدف والقناس المغربي يوسف انصري. طبعا هذي تشكلة دخل بها المدرب من دي ريبار في لقاء اليوم في اول جملة. والاهم هو ان ياسم بونو يوسف انصري اساسيا في تشكلات النادي الاندلوسي. بداية المباراة شهدنا البديل القوي لنادي فالنسيا حيث كان المستحويد و اكثر خطورة في البديل. لكن مع مروق مستدقيقة الاولى من عمر المباراة شهدنا ان النادي الاندلوسي اشبليا دخل اكثر في اجواء المباراة واصبح اكثر السيطرة واستحواذ واكثر خطورة على مرما فالنسيا. واول سهل للنادي الاندلوسي اشبليا كان عن طريقة دولي المغربي يوسف انصري لكن تصدله الحارس بطريقة جيدة ومنع الهدف الاول ليوسف انصري في الموسم. لكن مع مرور الوقت اصبح المباراة اكثر اندفاعا بدنيا واكثر خطورة وخشونة لكن بدون اي اه فرص محقق عن عن المرماية. لا مرما نادي اشبليا ولا مرما نادي فالنسيا. مع بديل شوط تاني الكل كان يهزاغت ان اشبليا اقرب للتسجيل لانه كان المستحويد و اكثر خطورة. لكن فالنسيا يفاجئ الجامعة ويسجل الهدف الاول عن طريقة اللاعب داكاتي في مرما ياسين بنو. ياسين بنو الذي حمل مسؤولية الهدف الاول الذي تلقاه. اه لانه كان اخطأ دفاعيا بالجملة في تلك الهدف. لكن الحالس المغربي لا يتحمل مسؤولية الهدف الاول. لكن اشبليا بعد الهدف الذي تلقى اه عاد الى جواء المباراة. لكن عندما يكون لك لاعب مثل يوسف انصري هدف وقناس بالفطرة. طبعا اه عندما تفسير الكرة في منطقة جزاء سوف يسجيلها. وبعد تمرين رائعة من اللاعب سوسو استطع يوسف انصري تعدل النتيجة. والعودة مجددة من نادي الاندلوس الى المباراة. لكن في اخر الضقائق وباخطأ دفاعية فادحة. وبعدما تلقى اللاعب نادي اشبليا بطاقة حمراء استطاع نادي فالنسيا تجلي الهدف الثاني في مرمى ياسين بنو. وقال بالنتيجة. واختلت نقاط. وخسر اولي نادي الاندلوس اشبليا بقييدة ياسين بنو ويوسف انصري. الذي كان واحد من افضل لاعب للمباراة. اما ياسين بنو ادأ متوسط. وتلقى هدفين في اول مباراة. اشتركوا في القناة